أسبوعان من الحرب في أوكرانيا أسبوعان من الغارات الجوية والهجمات الصاروخية وحصار المدن واقتحامها أسبوعان كانا كافيين لأن يفر من هول المعارك إلى دول الجوار نحو مليوني مواطن أوكراني بحسب تقديرات الأمم المتحدة فيما عدت أسرع موجة نزوح في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية وبحسب ما تتناقله وكالات الأنباء من أخبار الحرب التي تدور رحاها على الأرض الأوكرانية فإن ثمة مقاومة متصاعدة بفعل الدعم الغربي الذي ما لبث أن أفاق من هول صدمة الغزو الروسي بعد نحو يومين أو يزيد وقرر أن يدعم الجيش الأوكراني بالسلاح الأمر الذي ألحق بالقوات الروسية خسائر وصفتها المصادر الغربية بالفادحة غير أن دراوة المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية وتحولها إلى حرب شوارع في العديد من المدن مثل خطرا متفاقما على المدنيين لا سيما أن الكثير من الهجمات أصابت بالفعل أحياء سكنية وخلفت كثيرا من الضحايا المدنيين الأمر الذي دفع المزيد منهم إلى الخروج طلبا للأمن في دول أوروبا المجاورة وسط هذه الأجواء المشبعة بأدخنة الحرائق ورائحة البارود أعلنت القوات الروسية فتحها ممرات إنسانية آمنة لخروج المدنيين من المدن الأوكرانية المحاصرة إلا أن تلك الممرات للمفارقة لا تؤدي إلا إلى الحدود الروسية الأمر الذي وصفته الحكومة الأوكرانية بالمناورة غير الأخلاقية في المقابل فتحت الدول الأوروبية في الغرب حدودها أمام اللاجئين الأوكرانيين الفارين من الحرب في حين تحاول بكل السبل منع دخول غير الأوكرانيين من الأفارقة والعرب برغم فرارهم من نفس الحرب في أوكرانيا الحرب هي الحرب إذن لا فرق إن كانت في كييف أو حلب أو الموصل فالضعفاء وحدهم يكتوون بنارها بينما الكبار يتاجرون بمآسيها لتحقيق مصالحهم ترجمة نانسي قنقر